عدم الوضوح هذا الذي أشرت إليه قبل قليل ما رده إلى سذاجة في التفكير المشكلة أن السقيفة بني ساعدة سقيفة أعرابية وإذا ما تحدثت عن العقل الأعراب فهو في الحقيقة لا يوجد عقل عند الأعراب إنما هو مزاج مذاق ولكن لأجل أن تضبط المعاني بمصطلحات فسأقول هناك عقل أعرابي العقل الأعرابي لا يفكر إلا في اتجاه واحد لا يدرك أن الأشياء لها مقامات وكل مقام بحسبه هناك حيثيات في كل شيء حتى في الأطعمة والأشرب فما بالكم في الحقائق الغيبية الكبرى الأمور الحسية لها حيثيات وهناك لحاضات لها أول وليس لها آخر يمكن أن تلاحظ من خلالها الأشياء من حولنا في السياسة في الاجتماع في الاقتصاد في الطب في كل ما هو موجود في هذا العالم هناك لحاضات هناك مقامات هناك حيثيات في شؤون الدنيا وفي شؤون الدين هذه الحكمة هذه الحكمة جزء لا يتجزأ من ثقافة دين العترة الطاهرة أما دين السقيفة بني ساعدة فهو دين أعرابي إنه دين السذاجة ودين السطحية ودين البداوة حينما تأتي داعش مثلا وكثير من أفرادها جاءوا من الدول الغربية إما أن يكونوا غربيين غربيين أوروبيين وإما أن يكونوا قد نشأوا في بلاد الغرب هم شرقيون في الأصل ولكنهم نشأوا في بلاد الغرب ومع ذلك حينما ينخرطون في ثقافة داعش يتحولون إلى كائنات همجية ويظهرون بالمظهر المحسوس وبالمنطق وكأنهم قوم عاشوا في صحراء العرب لزمان طويل إنها البداوة وهؤلاء العيب ليس فيهم العيب في الدين الذي يعتقدون بأنهم يأخذونه من منابعه الصافية من البخاري من مسلم ومن سائر المنابع الأصلية لدين سقيفة بني ساعد الذين يخرجون ويتحدثون في وسائل الإعلام بطريقة أخرى من الأزهريين وغيرهم هؤلاء يتحدثون بطريقة لا علاقة لها أصلا بدين السقيفة بني ساعد بالضبط مثلما مراجع الشيعة يتحدثون بدين لا علاقة له بدين العترة الطاهرة مع أن الأزهريين في ما بينهم وبين أنفسهم يعتقدون بالذي تعتقد به داعش ومثيلاتها لكنهم لا يجدون ذلك مناسبا أن يطرح بنحو علني لذا يستعملون أسلوبا مناسبا عرف عنهم عرف عن الأزهريين وأمثالهم حينما يتحدثون عن شؤون الدين لكنهم في الحقيقة يؤمنون بكل الذي تؤمن به داعش ومثيلاتها هذه هي الحقيقة الموجودة على الأرض هناك العقل الأعرابي الذي هيمن على دين السقيفة بني ساعد الطوسيون كذلك الطوسيون في جانب من مذهبهم ملامح العقل الأعرابي واضحة واضحة ولذا تجدون فارقا كبيرا بين المطالب التي أطرحها في برامجي أستند فيها إلى دين العترة الطاهرة وبين ما هو معروف في دين الطوسيين هذا الفارق الكبير لأنني آتيكم بالمطالب من أئمة الحضارة من أئمة الثقافة من أئمة الرقي من أئمة المعرفة الربانية إنهم محمد وآل محمد إنه دين العترة الطاهرة الذي لا علاقة له بدين سقيفة بن ساعدة ولا علاقة له بدين سقيفة بن طوسي من هنا جاءت المشكلة عند علماء الشيعة فصاروا يخبطون خبطا في العقيدة وتفسير القرآن وفي ما يستنبطونه من الفتاوى والأحكام نذهب إلى فاصل